اهلا بكم خلينا اكلمكم في حاجات مهمة جدا المجتمع المصري فيه حاجات بتحصل فيه على مستوى الطب ومش اصدع بس في المجتمع انا كمان اصدع على مستوى السوشيال ميديا على مستوى الاعلام مش الاعلام قوي نقدر نقول على مستوى بعض الشاشات اللي تنتمي الى التلفزيون اقصد بها بعض الشاشات اللي بتعرض افلام اللي بيسموها قنوات الافلام يعني فيه حاجات وهمية جدا مثلا فيه في بعض هذه القنوات اعلانات معينة عن ادوية وهمية مجموعة قنوات كده بتعرض افلام عربي قديمة او جديدة وفي النص ما بين الفيلم واجزاء منه يتعم عمل زي برنامج صغير اعلان صغير عن فكرة عبقرية لدوى جبار لعلاج الروماتيزم مثلا الكلام ده كله لا يسأله علاقة بالعلم لا يسأله علاقة بالطب لا يعالج شيء وتبص تلاقي اللي بيتكلم ده ممكن جدا ما عرفش بقى تخصصه ايه ما عرفش هو خارج ايه الله اعلم بس بيروج لمنتج واضح انه هو انتاجه تاوي يعني والترويج له بيتم بطريقة ابعد ما تكون عن العلم يعني مثلا ييجي يتكلم على الانصلاق الغدروفي يقولك انا عندي كريم اللي بيعلك الانصلاق الغدروفي من امتى فيه كريم بيعلك الانصلاق الغدروفي وكريم الكريمات المسكنة اللي قلم ما هي موجودة في كل السيدلية هي نفس المادة مكونات معروفة جدا اللي انا هشتري منتج الغالي ده اللي موجود فيه قنوات طبعا انا بقول دايما للناس ما تشتريش حاجة من خلال هذه القنوات ما تشتريش شيء سواء بقى كريم كابسولة كريم سحري كريم فضية كريم علمي تحت اي مسمى هذه الكريمات التي تعالج بعض من ما يعتقدونه من امراض لاسى لها واقع علمي وطبعا اجهزة الدولة مشكورة زي جهاز حماية المستهلة بيقوم بدور كبير جدا لكن هو من الصعب جدا ان احنا نسيطر على هدير البقر دية لانه هي بقر قيمة على اكتصال تليفوني نمرة بتتحط على التليفون على شاشة القناة في يعاني الإنسان المريض اللي بيعاني مثلا من خشونة ركبة بروح رافع سمعك تليفون بعتولي الكريم اللي انتو بتقوله عليه ده الكورس بتاع الكورس مش عارف ايه كده يبدأ ويدفع فلوسه ويوصل له من خلال توصيل البيت طبعا جهاز حماية المستهلة هيروح لكل بيت ويعمل تأمين ازاي ده مستحيل فالثقافة بتاعت الناس لسي تكون لازم عشان فكرة ان انا اتعامل مع دواء من غير اشراف طب ده في المنطقة الخطورة المسألة بتطول احيانا بعض الامراض المزمنة وانا قلت قبل كده انه الناس اللي عندها عدم ضمير اللي عايزين يلعبه باوهام الناس بيدوروا على الامراض المزمنة فمن ضمن مثلا الامراض المزمنة المعروفة جدا السكر سواء من النوع الاول او التاني يطلع برضو واحد سواء بقى من خلال السوشيال ميديا لانه بقى كارثة السوشيال ميديا لانه اي حد بيساجل اي حد بدون رقاب بيساجل فيديو لنفسه ويطلعه على صفحته بيعمل صفحه ويطلعه اقول لك انا ابتدعت علاج جديد يعالج السكر من النوع الاول طبعا لو واحد ابتدأ علاج يعالج السكر من النوع الاول العلاج نهائي ده هياخد جهازة نوبل واعتقد انها تكون من اقوى جهاز نوبل عبر العصور والعالم كله هيحمله على الاعناق ومع ذلك النوعية دي من الناس موجودة نوعية اللي بيستغلوا مرض الناس في الضغط في السكر سكر بالذات فيروسي يمكن نتيجة انتشار جهد الدولة الرائعة جدا في علاج فيروسي الفترة اللي فاتت والعلاج فعال فعلا وبيقدم نتائج مزهلة وناس كتير الحمد لله شفيت من فيروسي فتراجع النصابين في مجال فيروسي لكن مازال في السكر موجود اعتقد في الفشل الكلاء وفي مشاكل الكلاء مازال موجود بعض الناس طبعا هنروح دلوقتي نتكلم على سمنة ده لوحدهم لكن السكر ملوش علاج نهائي لا لابنوها الاول ولا التاني التاني لو انسان خاص عمل ريجيم وخاص وقل الوزن وهيتحسن جدا السكر ربما يختفي لو وعنده سمنة مفرطة وعنده سكر من النوع التاني وعمل عملية من عمليات انقاص الوزن بمخيص مزبوطة هيرجع تاني الى وزنه الطبيعي والسكر من النوع التاني لانه مرتبط بالسمنة سيختفي ويتحسن السكر ان يتحسن في فرق بين ان يختفي في حالة النوع التاني ويتحسن في النوع الاول برضو التخصيص ده قصة كبيرة جدا وده للأسف عملية الخداع اللي الناس فيه كانت على نطق ممنهج اكتر لانه واضح انه كان بيكسب فتلاقي مثلا منظومة بقت عملت كاملة وبدأت اعلانات مكسفة عن نوعية معينة من الادواء بتخسس ويسموها اسم شيك اتراكتف ويعلونوا عنها في قنوات وانا قلت ما تشتريش دواء من خلال قناة دواء من خلال صيدلية وصيدلية تكون الدواء متأكد من انه فعلا موافق عليه من مزارة الصحة موافق عليه من نظمة الاغذية والادوية في مصر وبرى مصر خلي بالكم انه حكاية ادوية التخصيص ديها فيلم بتعمل يجيبوا واحد خس باي طريقة ممكن يكونوا عمل رجيم ممكن يكونوا عمل عملية وغلبان يصوروه قبل وبعده يجيبوا صوروه ويقولك ده خس بالدواء بتاعنا طبعا ده مش حقيقة ده بيبقى زي ما بقولكم ممكن جدا يكونوا عملية عملية ممكن يكون خس نتيجة رجيم قاسي او نتيجة انه اصيب مثلا بسكر منه الاول فخس فيستغلوا دوت ويظهروا الشخص ده على انه يعني ويحكي قصته هم احنا لما بينجيب مريض في مجال السمنة بالذات يعني هو المجال الوحيد اللي احنا ممكن نستدعى فيه مريض يحكي قصته هو مجال السمنة بالذات ليه؟ لانه السمنة المفرطة مرض مزمن خطير له توابعه وانه ممكن جدا يكون الحل مع السمنة المفرطة انه يكون يعمل جراحة تبقى ليه العلم العلم بيقول كده العلم بيقول انه فيه انواع معينة من السمنة المفرطة النظام الغذائي فيها والرجيم قد يكون شبه مستحيل لما نقول واحد ميتين كيلو او مئة وتمانين كيلو من الصعب جدا بل انه ربما يكون بنقصين من المستحيل المين انه احنا نخسسه للوزن الطبيعي بتاعه اللي هو يبقى سبعين كيلو برجيم تنتقلي لا فيه واحد عمل كده واحد عمل كده ده مش هو المخيص العلمي العلم ما ينفعش نقوله على واحد او اتنين تجربة شخصية او طفرة ارادية معينة لكن انا اجيب العلم بيقول ان اجيب عدد كبير من الناس متسويين في الوصف عندهم مثلا ميتين كيلو اجيب مئة انسان اشوف المية دول لما يعملوا جيم كان واحد منهم ممكن ننجح هو ده العلم وقدامهم المية دول لما اعمل لهم عمليات مثلا زي تكميم المعدة او تحويل المسار هينجح قد ايه انا عايز اتكلم برضو بما ان انا دخلت في التخصيص في الحتة دي في ما يتعلق بالطرح العلمي لمشكلة طبية ممكن تلحق بمريض يتعرض لمشكلة في احدى العمليات لان انا تابعت في السوشيال ميديا حالة مرضية راحت عملت عملية تحويل المسار رجل اعمال عملت عملية تحويل المسار وللأسف توفى لما تابعت القصة وجدت اولا انه عملها عند حد غير متخصص لما تابعت متخصص ما لقيتش انه هو متخصص في جراحات تحويل المسار او في جراحات التخصيص القصة لما بيحصل نوع ده من المشاكل وطبعا مع كامل احترامنا وتقدرنا لحزن العيلة لازم عيلة المريض لازم ننظر الموضوع بطريقة علمية يعني او ندرس هل حدث هذا الامر نتيجة خطأ طبي الخطأ الطبي بداية هل كان من متخصص نقول عليه خطأ طبي بقى هنا ولا من الاول اللي عمل العملية كان غير متخصص فتبقى المسألة بينقصين مش خطأ بقى فتبقى جريمة لانه اللي عمل العملية غير متخصص لازم اولا وانا بحلل الموضوع دوته وبفكر ان انا اكيف هذه القضية لمعاقبة المخطئ لازم معممش ما ينفعش عمم التعميم صورة سلبية جدا في كثير من المواقف التعميم ان انا اقول انه اكيد العمليات الخاصة بجراحات السمنة فيها مشكلة لا مين اللي قال كده ده فيه كم بشري رهيب في مصر وبرى مصر وفي العالم كله حياتهم بدأت بعد ما اجروا جراحات السمنة بس على ايد المتخصصين بمقاييس الاحتراف بمقاييس السليمة غير كده يبقى فيه خطأ كبير ارجع تاني بقى اقول زي ما قلتلكم التحليل الموقف بطريقة علمية بقى اشوف اللي حصل ايه بالزبط الظروف اللي حصلت مين اللي اجرى العملية مين اللي قام بالتخدير العملية لما اجريت هل فيه خطأ تم اثناء اجراء العملية ولا لا طب الخطأ ده خطأ بين قسين تحت ما ظلت ما يسمى بالاخطاء الطبية ولا اهمال طبي فيه فرق بين الخطأ الطبي والاهمال الطبي فرق كبير جدا فيه فرق بين مضاعفة محتملة بعد عملية وبين خطأ او اهمال طبي الاهمال جريمة الخطأ ده نازم نقف قدامه ونقيمه مش احنا لجنة من الكبار في مجال التخصص ده هم اللي بيقيمه ثم ننظر بقى الى المضاعفة المضاعفة ده شيء تاني خالص يعني جراح عمل عملية جيدة جدا عملها بمقاييس طبية جيدة جدا المشرفين عليه او اسات زيته او اللي لهم باع في التوصيف هذا الامر حكموا بانه عمل كل الاستبس والخطوات الطبية السليمة في هذه العملية لكن فيه مضاعفة حصلت في العملية مضاعفة مضاعفة اي ان كان نوحها ايه وده وارد في الكتب الطبية وده وارد في المرجعيات العلمية فانا لازم اقول انه التقييم والشرح والتعامل مع اي مشكلة تحصل من هذه النوعية لازم يتم بطريقة علمية دقيقة جدا اولا عشان نعطي كل ازي حق حقه انه اذا كان للمتوفى حق لازم يرجع له اذا كان لأهله حق معاين لازم ياخدوه من ناحية النفسية والادبية واذا كان لأجر العملية خطأ معاين او مشكلة معاينة لازم يقع عقب لازم يقع عقب وهنا اللقب بقى امام نقطة مهمة جدا اختيار الناس بيتم ازاي اختيار الدكتور بيتم ازاي وده من ضمن اساسيات الثقافة اللي انا حاولت ان انا انقلهلكم طول السنين اللي فاتين ما تختارش دكتور لانك تعرفه ما تختارش دكتور لانك استريحت له ما تختارش دكتور بناء العلمك انت مثلا شفته في برنامج تلفزيون لا اختار الدكتور بناء العلم انك سئلت كويس جدا وباللغة المصرية العميقة جدا اتقصت كلمة مهمة او في الثقافة المصرية في التراس المصري عملت نوع من البحث والتقصي الدقيق جدا عشان تتأكد وخصوهم في تخصصات زي دي تخصصات تتعلق بعملية تنقص حياة الانسان وقد تكون فيها خطورة على حياة الناس خطورة تبدأ عندما يكون الاختيار خاطئ عندما تختار غير متخصص وللأسف كثير جدا كثير جدا مما يقدم او مما يقدم على بعض الشاشات بيقدم من غير متخصصين ده اول عدم درجات التخصص انك تلاقي برنامج يتحدث في الطب ولا يوجد فيه اطباء لا المقدم دكتور ولا الضيف قد يكون دكتور ولا يكون قد يكون غير متخصص قد يكون غير متخصص بمعنى ان احنا نشوف واحد علمنا نحن متخصصين او علمنا انه مثلا ممكن يكون دكتور او رامو بيتكلم في جراحات السمن نرى جراح سمنها تكلم في جراحات التجميل وللأسف ده في شاشات وربما شاشات بن قسيني قال لناها محترمة ونقدرها من ناحية الاعلامية لكن ده تخطي رهيب لمنطقية التخصص في مصر احنا بنقول هنا هون ينبغي ان يكون من يتحدث مش بس يكون متخصص متخصص في المجال ان يكون متخصص متخصص وله خبرة كبيرة تسمح له بالحوار الاعلامي والحوار الطبي المتعلق بهذا الامر كل ده للأسف الثقافة الطبيعة في مصر على قد ما هيتقدمت لكن لسه ودمها باعها طويل جدا في نقاطها عديدة جدا وللأسف انه كتير من الناس بيستغلوا احتياج البسطاء وغير البسطاء احتياج الكل الحقيقة لانه ساعة المرض الكل احيانا بيكون الكل البسيط والمثقف والغني والفقير والمتوسط الحال كل الناس بتتفق على قاعدة مهمة جدا او مثل مهم جدا ان المحتاج او الغرقان يتعلق بأشيان انا بقول للمرضى في كل الفروع اللي احنا اتكلمنا فيه انت مش غرقان مين اللي قال ان انت غرقان مريض السكر انت مش غرقان حارب وافهم ان السكر ده ممكن يكون جزء من حياتك عادي جدا وفي ناس عايشت حياتها كلها بكل حالتها برياضة بفرحة بجواز بقدرات بدنية يكفي ان اقول لكم انه لعيب في الدوري الاسباني في ريال مدريد اسمه ناتشو كلكم عارفينه عند سكر وبيلعب هو عند سكر بيلعب في أرقى دوري في العالم وفي واحد من أخوة عندية العالم يكفي اقول لكم انه فيه في مصر النمازج مهمة جدا عندها سكر طلعت جبال وانجابت أطفال وبيتمارس الرياضة بشكل احترافي وهم عندهم سكر الناس اللي مشي الصح هم اللي ما بقوشوا غرقة انا في رأيي ان الغرقان الحقيقي هو اللي بيصدق الأوهام هو اللي ممكن يروح ورا واهم دوة بيتفرج عليه في شاشة انا عايز قبل ما ننهي كلامنا اقول لكم انه فيه في مصر جهات فعلا يهمها موطن المصري وبتبذل موجود كبير جدا جهاز حماية المستهلك وزارة الصحة نقابة الأطباء جهات يهمهم جدا صحة المصريين وهمهم جدا سمعت الطبيب المصري لكن واضح انه الميراس صعب وانه زي ما بيقوله اتسع يعني الراتق على الراتق اتسعت فوهت الثقب الأسود المسمى بالنصب تحت مسميات طبية على من يحاولون ان يتصدوا لجاذبية هذا الثقب الأسود الى قوة شفط هذا الثقب الأسود لأماله أحلام المصريين ارجوكم اقفلوا هذه الثقوب السوداء اقفلوا هذه الثقوب السوداء في كل فروق الطب ارجوكم ارجعوا تاني الى فاهم الثقافة الطبية احنا بنحاول و فيه جهات كثيرة بتحاول انا في رأيي انه المحاولات هتكون اقوى لو تدفرت قوة هذه الجهات معا عشان ننقذ المواطن العربي مش بس المصري من كثير جدا من الثقوب السوداء التي اسميها انا ثقوب السوداء وهي في نهايتها حالة من ضياع لحلم كبير يدانا عندي كثير من الناس بصحة جيدة او شفاء من مرض وضعها تمنى لكم دائما كل الخير الفينير اللي طالع دلوقتي فيها ايه الكتير في عالم احنا دلوقتي سبحان الله بدأ دلوقتي بقى مفهوم ادرنا مغير المفهوم تاني ورجعنا للناس كلها عايزة اللون اللي مش لازم يكون ابيض قوي اللون الطبيعي وعايزة شكل الاسنان الطبيعي دايما الحكم عندنا هو حجم السن ودرجة بروزه انا دايما يعني بتكلم في الموضوع ده دايما بتسئل في السؤال ده انا من المدرسة اللي بتقول ان الحشوات التجميلية الحشوات التجميلية لانفس الحشوة اللي بنحشي بيها السن بنعمل بيها فينيرز على طول